في كل مرة تحاول ميليشيات الحوثي التسلل إلى مواقع للقوات المشتركة في الساحل الغربي وسرعان ما تنكسر وتتكبد على إثرها عناصر البغي والإرهاب خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مؤخرا سحقت القوات المشتركة هجومين شنتهما ميليشيات الحوثي ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحدينة في ظل صمت الأمم المتحدة وفي محاولة قوثية بائسة لفتح ثغرى صوب مدينة الدريهمي من الجهة الجنوبية الشرقية لإنقاذ عناصرها المحاصرين والسيطرة على مواقع استراتيجية مستخدمة انغطاء ناريا مكثفا بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية لكن دون جدوى الإعلام العسكري أظهر مقطع فيديو وثق لحظة تفجير مخزا للذخيرة تابعا للميليشيات ظلت ألسنة النيران تتصاعد منه لأكثر من ساعة وبعد فشل هجومها في قطاع الدريهمي دفعت ميليشيات الحوثي بمجموعة قتالية جديدة من جهة خط زبيد لتنفيذ هجوم مماثل في قطاع الجبلية بمديرية التحيطة انتهى هو الآخر بالفشل ولم تترك ميليشيات الحوثي لأهالي الخديدة طعم للقياة والعيش الكريم وجعلت حياتهم بين قصف مستمر وتهجير وتشريد متواصل وقتل بالجملة ولعل هناك الآلاف من القصص والروايات التي تتحدث عن معاناة أهالي الخديدة جراء الأساليب والممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الإجرام الخوثية في ظل صمت الأمم المتحدة المريب مقابل كل تلك الجرائم المستمرة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي منذ بدء سريان الهدنة الأممية وأصبح المواطن في الحديدة بينما طرقت القصف الحوثي الذي لا يتوقف وسندان تواطئ الأمم المتحدة التي تصر على بقاء هدنة ولدت محاقة تواطئ الأمم المتحدة مع كل الجرائم والانتهاكات الحوثية للمدنيين تبهن أن الرغبة الدولية لحل الأزمة اليمنية بالطريق السلمية غير جادة وأن هدفها بالأساس هو إظهار الرغبة الزائفة في الذهاب نحو السلام من دون أن تترجم ذلك بقرارات ملزمة وفاعلة على أرض الواقع تلزم بها ميليشيات الحوثي التي تتخذ من أي هدنة أو تدخل أممي فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها والتمادي في الجرائم والانتهاكات